اشتغل مع جيل العظماء في ليالي الحلمية وبعضة الحلواني وغيرها وغيره وغيره وبعدها الكوميديا اخدته وانضم الجيل المضحكون الجدد في حاله وهادي لكن محدش فهم تركبته فيه ناس بتشوف انه هو ممثل عبقاري ولكن ما اخدش كرسته الحقيقية لحد دلوقتي ضيفي النهاردة الفنان الكبير علاء مرسي اهلا بك اهلا بك وانا بتشرف ان انا معاك وسعيد باللقاء معاك جدا وبشكرك على المقدمة الحقيقية ليه حقيقية لان هي اه انا فعلا انا بدأت مع جيل العظماء اشتغلت في اعمال مهمة جدا اه مع مخرجين مهمين مع مؤلفين مهمين اشتغلت في وقتنا وفي اعمال مهمة جدا في النهضة في فترة النهضة الفنية اللي كلمهم وبعده كده اتحسبت على جيل المضحكون الجدد فعلا بحكم ان دول الجيل اللي طلع في نفس الوقت اللي انا طلعت فيه اه وكمان صدقتي بيهم وكمان اشتراكي معاهم في اول عمل كوميدي كما يسموه اول مرة يسموه ستند يعني سيت كوم اه والمثلثة ده كان سموه انت عامل ايه واشتغلنا فيه فتح سبت ان دول الجيل المضحكون في حين ان انا عمري ما صنفت نفسي كوميدياني وبكره فكرة التصنيف الممثل حتى لو انا بتكلم على استاذ سامير غانم اللي ارحمه انه هو كوميديان فرسير انا ضد فكرة تصنيفه لانه سامير غانم لو كان جاله شخصية مركبة واعتقد انه فيه فيلم او اتنين عمل لهم كده اسبت انه هو موهوب تمثيليا فنيا يعني ففكرة تصنيفه من من جيل للي الحلمية اللي كانوا معاك في للي الحلمية او في بوابط الحلواني دلوتي موجود وظاهر او نج ملامع طارق لطفي خلد النبو دولة بدأوا معايا طارق بدأ معايا في للي الحلمية وخلد النبو بدأ معايا في بوابط الحلواني ولكن خالد كان اكسرنا كلنا حظا كل جيبنا حظا حظا هو الموضوع حظ ولا الموضوع ذكاء ذكاء اكسرنا ذكاء هو الحظ ده المتعارف عليه لفظا ولكن هو ذكاء وادارة لان انا ممكن ابقى موصل مهم ولكن افتقد الادارة افتقد ادارة موهبتي عشان كده فكرة ان في نوع من الموصلين مهمة جدا اللي بقى عنده مستشار نسميه مستشار مدير اعمال مدير اعمال يدر له موهبته امتا تشتغل ده امتا ترفض امتا تقول لا امتا توافق امتا ما توافقش عشان الفلوس بس لا امتا وافق عشان الشخصية دي مهمة هو هتعمل لك خطوة طبعا انا من الناس اللي انا لاقوا جدي لادارة الموهب خالص يعني وفي زي ظلمت نفسك يعني اه طبعا امتا ظلمت نفسك فاني لقطة في لقطة باول ما بدأت اقبل ادوار اه فكرة ضيف الشرف ضيف الشرف في الفيلم ده اعمل مشهد ده واجري اه مجاملة اه او اه احتياج للتواجد ان انا ابقى موجود او ان انا عايز اشتغل عايز امثل لانه انا فكرة ان انا امتلك موهبة وعطلانة بتشتغلش او 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 في فترات بعيدة ما بين هنا وهنا اه الشغلانة دي والشغلانة دي فترة كده بسميها خمول اه ويجي لي حاجة في النص فانا عايز انزل عايز اشوف فاتضطر تقبلها فاتضطرها ايه ادوار عملتها وندمان عليها ما كانش المفروض تقبلها اه معظمها المشاهد دي اللي انا عملتها في افلام ضيف شرف هي علمت مع الناس جدات وبقت الى الان تريند انا شخصيا ايه 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 انا ندمان عليها زي زي مثلا المشهد ماما حلو فعندليب الدكتور ورغب انه هو محبوب المشهد جدا واللفز متداول ولكن انا فعندليب الدقي مع محمد هنيدي النجم الكبير محمد هنيدي بس انا بيجي لي تساؤل علاقتك بهنيدي قديمة جدا اصدقاء جدا لما هنيدي يجي يعمل فيلم ليه انت تاخد دور ماما حلوة او ليه تاخد الافيدة او ليه تاخد المساحة دي مع موهبتك الكبيرة اللي كلنا عارفينها ليه مساحتك ما بتبقاش اكبر في الاضوار هي دي المشكلة اللي انا باعطله وبسألها دايما ليه انا مجيش في دور مفهوم واضح مساحته كويسة هي فكرة ان خلاص اتعود ان علاق هجيبه في الدور ده فالمرة جاية هجيبه في الدور التاني كده فعلاق خلاص علاق يعني فكرة علاق بقى سهل هي علاقات دي اللعبة كلها طبع لعبة علاقات طبع انت علاقاتك حلوة جدا وكل النجوم اصحابك جدا ازاي لما بتاخد دور ما بتاخدش دور مساحته كبيرة ليه بتاخد دور مساحته صغيرة قوي كده هو دي المشكلة اللي عندي اللي انا طول وقت بسألهم هم فيها على فكرة انت بتعرض علي ده ليه تمام فيه انا قريت السيناريو لقيت دور اهم وانا اقدر اعمله وانت عارف ان انا اقدر اعمله قويسة ايه بقى اللي بيحصل ليه ما بتاخدش الدور ده على اصل الدور ده المخرج شايفك فيه احسن اصلا هي فكرة ان علاء حينميلي المنطقة دي بدل ما اجيب اي حد يعمله لا انا هستفيد بعلاء لان اعارف ان علاء في المنطقة دي حيقدر ينور قوي فيها ينورني ينور المحصن محمد سعد لما طلع على فكرة طلع بالادوار دي طبعا طلع بالادوار الصغيرة دي طبعا حصل معي ان انا عملت مثلا مع الاستاذ احمد زاكي في هستيريا في فيلم في فيلم هستيريا عملت شخصية مهمة جدا شخصية ولد رومانسي ودمه خفيف كنت بحلم ان انا لبعد الفيلم ده هعمل حاجة تانية ولكن الفيلم نفسه ما نورش زي ما نور فيلم الناظر بمحمد سعد في شخصية اللي انجل فكنت محتاج ان انا نور في مشا ده فنورت مع محمد ينيدي في ماما حلوة انتظرت ان انا اعمل بقى فيلم عن شخصية الدكتور دي ولكن كانت الفكرة ما عرفش بقى هل المونت ييني ما هو الناس بتسعى خلي بالك ما انت لازم تسعى هل سعيت لا ما سعيتش حلمت ان انا اعمله بس انما ما حر ما قلت طبعا انا حروري الحلم اللي واحده مش كفاية لازم لازم يكون فيه سعي اخبط على اللي بواب وانا عندي مشكلة في الطلب ان انا اطرح انا ثوية ممكن اطلب لغيري النمالية انا ما بعرفش ما بعرفش اقول انا عايزة اعمل يا جماعة الفيلم ده حتى طيب انت ظلمت نفسك مهنيا بس ولا في حياتك الشخصية كمان ظلمت نفسك انا في حياتي الشخصية متوازن يعني مستقرة عائليا في بيت واولاد والحياة مشية بس اكيد فنيا بتأثر على الحياة الشخصية لو ظلمي انا الحياة الفنية فهي بتأثر على الحياة الشخصية في منطقة انه ما بقاش في كامل انبساطي في كامل ببقى دماغي مشغولة فممكن ابقى مقصر كتير جدا مقصر ولا عصبي عصبي جدا ناقم اه عصبي مش ناقم انا عصبي 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 عشان مش مبسوط وعشان بفكر عشان مش راضي اه بفكر كتير يعني انا تقريبا 24 ساعة بفكر في الشغلة انا لو يعني لو انا مثلا ما عنديش تصوير ممكن اعود اكتب واحلم بمعندي مشروع متكامل بسعى فيه يعني عشان كده مثلا دخلت الانتاج قصرت في بيتك ازاي وانت عصبي بنفعل عليهم كتير في البيت هم بيبقوا عارفين انه بلاش حد يتكلم علي النهاردة يعني علي النهاردة مش مبسوط مثلا ما حاجة بدخل قط كتير جدا انا شوية بيتوتي يعني بحب اعود كتير جدا في البيت بحب اعود معنى لوحدي كتير بسافر انا ممكن انا سافرت اقعدت في سوريا مثلا اه سنة ونص انا بسافر في سوريا كأنه بروح اسكندرية لأ ظلمت مراتك كمر كتير ظلمتها في ايه بسباص انا شوية بسباص اوه شوية يعني مش بعمل حاجة غلط بس انا بحب بعيش قصص قصص حب تحب البداية حلوة البداية وبعدين فجأة بلايه ايه ده انا مسؤولة اللي انا بقولها بحبك دي وتقولي بحبك ده طب ما تعيشوا مع امراضك ما بعيشوا معاها بس المشكلة عندي عايز قصة جديدة اه يعني شوية بنصرف كده طب ما يمكن هو ده اللي اخرك وارد وارد ان داخلت يعني دخلت في كام علاقة كتير جدا كام يعني ممكن مش اقل من 30 علاقة مثلا على مدار حياتي على مدار حياتي اللي هي مثلا من الوعي لأن انا اخد بحبك انا في سن العشرين تدخلتهم امتى دول وازاي وانت عندك زوجة واولاد انت دخلش في 30 علاقة وتعشم 30 واحدة وكل واحدة بدخلة وكل واحدة بطريقة خالص والله ازاي بقول اللي في قلبي بس انا حس كده احساس فبلاقي تجاوب ممكن يكون فيه علاقة الستات جابوك ورا لا الستات هم 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 جيب ورا الستات الكتير اللي في حياتك ما بيجيبوش ورا ولكن هي فكرة ما ضيعوش فلوسك بياخدوا وقت وفلوسك ما بيضيعوش فلوسك اه طبعا صرفت كتير طب ما يمكن هو دلع الطلق ما هو جريت ورا الحاجات اللي مش مهمة وسبت الحاجات المهمة طبعا 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 ولكن انا بقولك في الاخر اصدق علاقة عندي اصدقهم هي علاقتي بمراتي لان انا جوزتها كمان حب وكان يعني رحلة وهي استحملت كتير طبعا وليه بقى استحملت ايه اللي خليها تستحمل كل ده عشان هي متحب عليها جدا وفهمها هي عرفاني طويس عرفا ان انت هتلف تلف وترجع تاني طب الله يست عقلة يعني في غير كتير هي طبعا تتجنن ساعات وتسرق خطها طبعا محققة ولكن هي في الاخر عارفة انه ده هيرجع لسه بتعمل كده لحد دلوقتي لا والله بقى لي مدة طويرة بقى لك قدام شهرين كده لا 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 مدة أطول مستحى من ازاي لا والله بقى لي يعني حوالي خمسة سنين تارية ما عرفتش واحد عليها لا 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 طبعا عايزك تقول من الاخر كده الرجل اللي متجوز اللي بيخش في العلاقات كتير بيستفد ايه في الاخر والحاجة غير تضيع وقت تضيع فلوس ومشاكل ولكن هو طبع انا هولي تحاجة انا ما بعملش علاقة بدخلت حاجة حرام لا لا انا هي فكر بس احساس بس بس تبادل نتكلم كليتين بنخرج بنسافر يعني ببقى في الحتة دي بس على فكر ستات ضيعوك اه طبعا اوانا السبب يعني ستات بس او الستات والشرب لا انا مش شربش انا كنت زمان خالص وانا طلفي مع البشرة بعد موت علاق والدين اقلعت عن كل حاجة انا بشرب سجاير بس ودلوقتي كمان نسبوش بسجاير بشرة بالإلكترونية دي إنما أنا إيه اللي خلاك تبطل بعد وفاة علاء ولي الدين نجم كبير الله يرحمه الله يرحمه إحساس إن الشرب ده وهم وملوش لازمة ولا خفت تموت لا أنا ما خافش من الموت على فكرة يعني حصلت يعني علاء ولي الدين ما كنت جامعك فجأة إنو كانت في عز نجوميته وكانت في عز تقلقه بس هي كانت عزة يعني فوق إنت بتزعر ربنا بقى جرز إنذار آه بتزعر ربنا يعني يعني إنت هتقابل ربنا هتقوله هي يعني وفكرة كان زمان في موضع يقول إحنا بنشتغل مسرح فما تطلع مسرح مثلا شرب لك سجارة أو عمل لك مش عارف إيه فأنت بتبقى فريش اكتشفت وده وهم وهم كبير جدا فيش كلام ده المهنة بتاعتنا عايزة يأخذة شديدة وعايزة وعايزة تبكيزة طبعا وتكونت ذاكي في علاقاتك كنت ذاكي في علاقاتك مع الناس اللي حواليك في الوسط الفني؟ أنا ذاكي في إن أنا بتعامل بفترتي بقى اللي أنا في قلبي على لساني أنا ما ببقى زعلان من حد بقوله أنا زعلان وإن بحبه بروح أقوله أنا بحبك ولما حد بروحشني بروح له لحد البيت وأشوفه أنا عايزة أشوفك يعني أنا أنا اجتماعي مع أصدقائي بحب أصحابي جدا لدرجة إن أنا أحياناً بأشتاء ليهم إن أنا عايزة أشوفهم فبلومهم ساعات فبروح لهم برغم أن أنا كمان مقصر يعني ما هو إحنا مهنتنا مين من أصحابك قوي كانوا في الوسط؟ ومازالوا يعني أنا طبعاً في أجيال أنا أنا عصرت أجيال غريبة جدا يعني أنا صاحبت مثلاً محمود عبد العزيز وإحمد زاكي وفاروق فشاوي وصلاً صاحبتهم جداً كنت وشلة يعني أه وكنت في شلة مثلاً مطربين مثلاً محمد مونير ودقانتيني ومحمد الحلو وعلي الحجار متحد صالح دول أصدقائي جداً دول أصدقائك جداً هتكلم عن أساني كبيرة قوي كلهم وصلوا كلهم نكهوا لأ ده هم أنا روحت لهم وهم كبار هكلمك على جيلي بقى أنا فأنا أشوف عبدالباي علاء والدين محمد هنيدي محمد سعد طب معلش أحمد زاكي كان صاحبك وانتقدت ابنه انتقدت هيسة مع أحمد زاكي أنا مش انتقدته أنا ما سئلت على موهبة أولاد الفنانين أولاد الفنانين إيه رأيك هل بالضرورة يبقوا موهوبين قلته مش بالضرورة بالعكس أولاد الفنانين بيتورطوا في حكاية أن أبوه ممثل نجم أو أنه لازم أطلع زيه يعني يعني أنا ابني لما جاء اللي أمثل بسيط لقيته مش موهوب في التمثيل بس لقيته موهوب كمخرج ساعدته أبينتله بس أنك أنت اهتم باللي أنت مين من أبناء الفنانين مش موهوب؟ أنا ممكن أقول لك الموهوبين أحمد فاروق فشاوي موهوب جدا جدا موهبة كبيرة جدا ظلم نفسه مع موهبته الكبيرة دي ظلم نفسه؟ طبعا لأنه ممكن يكونش مركز في موهبته أو مش عارف إنه موهوب كبير هو مهم أحمد فشاوي ممثل عطويل بس عميه حد موهوب جدا ظلم نفسه إزاي أحمد الفشاوي؟ ممكن الميديا أو السوشيال أو الظهور في المهرجانات بشكل معين أو الحياة الشخصية فرضها بتأخر بتأخر لأن مهنتنا مهنة شمس مضيئة طول الوقت على الشخص والنجومية سلاحزوا حدين أنه الناس مش بتشوف موهبتك قد ما بتشوف تصرفاتك بتشوف هو أنت بتلبسي إزاي بتأكل إزاي بتتكلم إزاي بتخرجي مع جزك إزاي بتتكلمي مع إزاي قدام الناس مين تاني من أبناء الفنانين موهوب؟ موهوب دنيا سامير غانم عبقرية موهبة كبيرة إمي طبعا موهوبة بس أنا دنيا بالنسبة لي موهبتها متكملة يعني دنيا أنا أعتقد أن هي موهوبة شملة يعني محمد عاد الإمام موهوب وزكي وزكاءه قد موهبته يعني يارث من الزعيم زكاءه لأن أستاذ عاد الإمام من أهم أهم الموهوبين في المهنة وأزكاهم 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 اشتغلت مع عاد الإمام قبل كده؟ حاطة الله مع الزعيم مع عاد الإمام حاطة الله معروف دايما عن عاد الإمام إن هو بيحافظ على الكروب بتاعه أو اللي بيشتغل معي بيشتغل مع عمل واثنين وثلاثة واربعة لي أنت مشتغلتش معه غير عمل واحد؟ عمل واحد وبالصدفة على فكرة يعني أنا كنت بديل هنيدي في الفيلم ده إن هنيدي ما اشتغلش فالأستاذ كلم الله يرحمه أستاذ محمد زين كان المنتج الفني وقال له هتولي علاق كنت أنا ساعتها في المسرح وجولي المسرح قالوا لي تعالى أكلم أستاذ عادل وروحت له لمكتب شركة الإنتاج واشتغلت الدور وقالوا لي أنت جاي بديل هنيدي وأنا اشتغلت عشان أريد اشتغل مع عاد الإمام ولكن ما حصل ليش الفرصة أو الشرف ده تاني ليه السبب أنا لحد الآن ما أعرفش ولكن أتمنى اشتغل مع عاد الإمام يعني أنا عاد الإمام يعني لو هقف بس ما أتكلمش جنبه ده ده في تاريخي شيء عظيم يعني أنا حصل بينكو أي موقف حصل بينكو أي حاجة خليته خاضر بالعكس هو مثلا ما يستعينش بيك فأعمال بعض كده لا خاضر بالعكس هو هو لما بيقابني بيقولي هو أنت فيه يعني دايما يسألني السؤال أنت فيه يا ابني أنت بتروح فيه أول ما قولش أنا موجود يا سهية الفكرة ممكن ما جيتش على باله أثناء ترشيح أو كده لكن هو بالنسبة لي ورأيه فيه أنه أنا ممثل كويس يعني قال ده في كذا محفل وقال هالي قالي أنت ممثل شاطر ولكن ما عاش عارف يعني يمكن حظي وحش أنه ما شغلش مع عاد إمام تاني وتالي أتمنى طبعا ربنا تدي له الصحة وأتمنى أشترك معاه لأن أنا عاد الإمام أنا قربت منه على المستوى الشخصي لأنه كان المشترك بني وبينه صديق عمري اللي هو مصطفى متولي ومصطفى صديق حميم جدا فكنت من خلال مصطفى باعرف أشوف عاد الإمام كتير طيب عايز أعرف إيه سر خلافك مع الساقة هاخد منك الإجابة ولكن بعض الفاصل استنوني سألتك قبل الفاصل في مشكلة حصلت بينك وبين الساقة إيه مشكلتك مع الساقة ليه زعلان منه؟ أنا زعلان مش الساقة أنا كانت الموضوع باختصار أننا دي الساقة سؤلت في أحد البرامج أنت مين صحابك اللي بيسألوا عنك بشكل دائم أو بتواصلوا معك بشكل دائم؟ فقلت بقى لي مدة صحابي القريبين مني ما بنتواصلش فتقال لي زي مين؟ فقلت يعني هني دي بيسأل علي كل فترة أشرف عباقي كل فترة فتقال لي الساقة وقتوه الساقة ما بيسألش تمام؟ نزلت مواضيع أن أنا زعلان مش الساقة جداً وأن الساقة ما فقلت فتسألت عن الساقة فسكتت كانت النتيجة أن أحمد الساقة أنا شاف الحلقة دي فكلمني فوراً فقال لي بقى أنا يعني أتسئل الساقة فأنت تعمل رأيكشن في إيه مالك؟ قلت له أنت مسألش عني دي أحمد؟ فقال أنا تعالف أنا بس بصور وعمل وأنا وإنت كمان مسألش عني دي فقلت له لأ أنا بحاول أوصلك مش عارف لما مهى أحمد طلعت هجمة زميلها أو زميلها عمتاً كذا واحد هجمة الساقة وهجمة أمير قرارة إن إحنا صحاب من زمان وإحنا معارف من زمان وأنتوا عارفين أن أنا شطرة وكذا وكذا وكلمتكم وقلت لكم أنا عايزة أطلع معاكم وأشتغل وكذا وكذا ومحدش رد علي أو ده كان تعليقها ساعتها تعطفت معاها أو حسيت بيها ولا حسيت أنها ما كانش ينفع تطلع تقول كده لا ما كانش ينفع تطلع تقول كده ليه؟ كانت تكلمهم هما طب هي كلمتهم طب هي كلمتهم تبعت لهم على الواتسات طب هي بعت لهم وكلمتهم طب هي ليه نادت عليهم في الإعلام ليه؟ ما هو ده مش صح أه يعني أنا لما سكت عشان ما بيسألش ومش عشان الشو هو مش مطالب إن هو يشغلها ولا أمير مطالب إن شغلها ولا حد مطالب إن شغل حد على فكرة يعني لو كان أصل إحنا بش بنشتغل مهنة تعتمد على إنها بيخد شغله فلان أنت مها ممثلة ونجمة وموهوبة فكرة إن هي تعطل في الشغل وكلنا بنعطل في الشغل الساقة نفسه ممكن يعطل في الشغل ويقعد سنة ما بيعملش فيلم بصلا لأي سبب ولكن هي الفكرة فكرة لا بس أنت أصدقاء أخشى بتشتغل معهم في حاجات بس تاخد أدوار صغيرة متاخدش أدوار كبيرة ما هو ده بقى أنا لومهم عليها ألوم ألوم على ده تلوم مين؟ ألوم أي حد يمع في الدور صغير تلوم ينيدي على إن هو كان دايماً بيديك أدوار صغيرة مش بيديك أدوار كبيرة ما هو المشكلة هو مش هو اللي بديني بس يعني هو بيطرح علاء والله علاء هيبقى في الدور ده كويس فيقوم المخرج والمنتج يتكلمون فوروح يا محمد أنا عايز دور أحسن وهو والله ياريت وطبعاً بقى هو ممكن بيقاش في إيديه على فكرة طيب هنشوف خبر مع بعض وعايزاك تعلق لي على الخبر ده تمام علاء مرسي وهاجم محمد رمضان أنت مش نومبر ون معقولة رمضان مش نومبر ون ومال مين اللي نومبر ون؟ علاء مرسي وهاجم محمد رمضان أنت مش نومبر ون كلافظاً كده أنا ما قتلش أنت مش نومبر ون أنا قلت ما فيش حاجة أساسة اسمها نومبر ون إزاي؟ ما فيش حاجة نومبر ون ده أنا قلت في التصريح ده بالذات أنه نومبر ون ده أه حد بيربي أيتام حد بيعنا نناش دعوة إحنا نومبر ون ده اللي بيربي أيتام ده في الخير إحنا بيتكلم في الفن الفن ما فيش نومبر ون إزاي؟ في العالم كله ما فيش نومبر ون ليه؟ الزعيم عدل إمام ما كانش نومبر ون؟ اسمه الزعيم عادل إمام كانش نمبر ون؟ لا ما كانش نمبر ون عادل إمام ممكن يعمل فيلم يبقى فيه نمبر ون ويعمل فيلم تاني ما يبقاش فيه نمبر ون لا الزعيم عادل إمام كان يعني متربع على عرش الكوميزية وعلى الإرادات وعلى الأفلام وعلى كله تمام نمبر ون في الايه بالتحديد؟ في النجومية ما هو النجومية ممكن هو النجم دلوقت هو المسيطر هو أحمد زكي كان نجم برضه في نفس التوقيت وسعيد صالح موهبة عظيمة جدا وكان يعني فكرة طبعا موهبة عظيمة جدا ده نمبر ون بس كان ذكي سيد صارح هو ده إدارة الموهبة طيبا محمد رمضان موهوب في إدارة الموهبة أقول بقى نمبر ون في إدارة الموهبة لا ممكن حد تاني كمان نمبر ون محمد رمضان مين وصل في الحتة بتاعته في حتة محمد رمضان لا باتكلم في جيله في جيله في سنه مفيش حد إذن هو نمبر ون ما قدرش أقول نمبر ون ما كلمة اللفظ نفسه غلط محمد رمضان ممثل عظيم ممثل موهوب ومكتب تقولت عليه قبل كده على فكرة أنه هو صاروة قومية جدا ولابد يحفظ عليه مش بالعربيات اللي بيطلع بيها مش بمشكلته مع مين محمد رمضان محتاج كل النهوم بتطلع في عربيات كل النهوم بتعمل كده ما كانش فيه سوش الميديا يا معد الإمام حلو ما هي ده مصيبة إحنا مصيبة هذا الزمان هو السوش الميديا لا إزاي شاروخان بيعمل كده ونجوم هالوود بيعملوا كده وكل الناس بتعمل كده بس إحنا ما سمعناش إن شاروخان استفز هي فكرة الاستفزاز هو استفز ولا هو الناس اللي بتستفز الوحدة ولا فيك تايب بتبقى ضده وعايزة تشعل للموضوع محمد رمضان فيه قسمين في الوسط في الوسط الفني عنده قسم شايف محمد رمضان ما يستهلش اللي هو فيه فبيهاجموا من منهج ده بحاول لت سيفو يستاهل اللي هو فيه ولا لا؟ طبعاً يستاهل طبعاً يستاهل بقول لك ده مهم أنا نفسي أشوف محمد رمضان بعمل قوم كنش في نشوفه في الاختيار مسلا كنش في نشوف محمد رمضان با الاختيار ليه ما يعملش بطل عسكري من الدولة فراجي على ممكن ما جاش دوره وممكن يجي دوره هنفكر فيه كده إنما أنا ما يبقاش محمد رمضان بالنسبة لي هو حفلاته أغنية لا خالص وممثل نهائي وممثل شاطر هو بقى حفلاته أغنية أكثر منه إن أنا بشوفه كممثل يعني محمد رمضان أنا شفت مشهد في قهوة الناس بتفرج له على مسلسل من حوالي خمس سنين تسطورة؟ تقريباً بيشجعوا كأنهم بتفرجوا على ماتش على ماتش ما زبوط ده حصل ده كان على الأهوي كأنه ماتش بالزبط ده أنا بقى أستغل لهذا النجاح وأعمله في عمل يوجه الشباب في حدة يوجه المعجبين بتوقعه من السن المعين إن ده القدوة ميش ومحدش عرض عليه وقال لأ لا هو يعرض هو في قدوة دلوقتي هو اللي يعرض ما هو في الممثل بيوصل لنجميته إن هو اللي بيقرر أنا هعمل العمل ده فكرة إنك تشتغل على في تيمة وحدة مين نجمة أكتر؟ محمد رمضان أو رامز جلال؟ ده نجم في البرنامج بس؟ ما هو رامز نجم في البرنامج بس رامز دي عنده أفلام؟ عنده أفلام محاولات بيعملها حلوة ونجح فيها ودمه خفيف فيها ولكن رامز اللي انت باعه عنه البرنامج بس؟ هو ناجح فيه قوي ومشروع ده مشروع مهم مشروع بيزنس اقتصادي يعني مشروع فلوس بتخش؟ طبعا مشروع ومباح وأنا مع المنهج ده برضو ماشي بس فيه نجوم بتتدايق من تعليقات رامز جلال عليه؟ في بداية البرنامج طبعا وهو لسه بيتفرج عليهم في الشاشة والتعليقات اللي بيقولها طبعا ناس كتير بتتدايق سواء كانوا نجوم أو مشاهدين بتتدايق ولا لأ؟ بتدايق طبعا بس أنا ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده ممكن بيعمل كده لشد الناس لفكرة السيطرة ان انا هسيطر انا هتحنوا قدامكم دلوقتي فبيرمي بداية براعة استهلال ولكن هو أفوارت منه بس شوية؟ أه طبعا أسلوب مش صح انت لما رحت البرنامج لرامز جلال كنت عارف انه مقلب ولا لأ؟ لا ما كنتش عارف بس فيه ناس كتير رايحة تبقى عارفة انه مقلب؟ فيه ناس أكيد بتبقى عارفاء اللي هو ممكن لو الموضوع حيتعرض صحيا لمشكلة مثلا أو يتخضى وعنده القلبة أو بتاع ممكن يكونوا بيقولوله هناما أنا ما تقليش ولكن أنا وانا في نص البرنامج حسيت بحاجة مش طبعية يا حسدي انه مقلب انه مقلب طب وفقت على عارضه دي؟ أنا وفقت عارضه لهو ما هزقنيش عام رامز رامز أنا ضربته جوه الحلقة وأنا ما عارش انه هو رامز أنا مفعلت وصدقت الموقف ولكن أنا برنامج لطيف ولوه جمهوره ولو حالته وأنا لما اشتغل فيه أنا بستفيد الناس بتشوفني في حاجة نفاوك لوس كتير في رامز أنا ما خدش فيلوس كتير يا فكرة بس أنا سمعت بعدين انهما بيدفعوا فلوس كويسة يعني بس أنا ما عرفش يعني في الآخر ما هو لازم يدفع فلوس كويسة لسبب لأنه انت دلوقتي بقيت مشروعة كبير أنا يمكن اشتغلت مع رامز في البدايات يعني أما طلعت معاه في البرنامج كان لسه برنامج ما اتطورش بالشكل اللي فيه التكنولوجيا دي واللي فيه الإبهار ده فالإبهار ده يعني فلوس يعني إذا فيه ميزانيات أطخم فبقى مشروع كبير أنا مشتغلت بقى معاه لما بقى مشروع كبير إن أنا شايف إن اللي بيروح يشتغل مع رامز أو بيطلع معاه الموضوع مش وعش يعني بعكس دي البرامج دي مباحة وموجودة طول عمرها ونشوفها مباحة لو بس ما فيش تهزيق ما فيش تهزيق وتجريح للضيف بالشكل ده شفت برنامج رامز استنادي؟ لا ولا حلقة ولا حلقة أه مع إن أنا شفت البرومو انبهرت بالحالة بالشول موجود بلنه فاندام كمان متشارك معاك وجود فاندام أنا لحد الوقت يعني سأقول ليه ليه؟ ما عارفش ليه فاندام يعني سبب فاندام إنه وده في فيلم أعلاني بيتصوره وفاندام موجود هو البطل بتاع الفيلم فبيطنعه الممثلين إنه وما يكونت هتمثل قدام باندام وأنا دلوقتي لو أتقال لي انت باندام عايزينك في فيلم مع باندام أنا هاعطل عند حكتين إن اللي هيخطبني الشركة المنتجة وهقولها رولز في التعامل مع نجم علامي زي ده مثلاً وفاندام دلوقتي كتصنيفه في السينما هسترى وهو لسه موجود إنما لو بتقول ليه شاروخان آه ده موجود فلها رولز لو شاروخان هيشترك في برنامج رامز ليه؟ فاندام عشان مش موجود ممكن يشترك في برنامج رامز فبالتالي أنا ببعتلي فيلم مع فاندام هنا فيه تساؤل لو ركزت شوية هاعرف إن فيه حاجة غلطة إيه فاندام؟ ليه؟ هو رجع بصوره تبتكر الناس رايحة وعارفة إنه ده مقلب يعني؟ أو شكه فيه ناس بتشك إنه فيه حاجة غلطة حاجة هتحصله بس أعتقد إنه ما بيعرفوش إنه هو مقلب رامز إلا جوه وهم جوه لأنه بيتعامل بحرفية قوية جدا المعدين اللي بشتغلوا معا كمان شاطرين جدا أنا عارفة اللي كان وداني للبرنامج يتكلمني يعنيه كان عزة تبقى هو فالله يرحمك هو اللي كلماتك ودات؟ عزة قال لي علاء فيه برنامج عن السياحة فطبع لما عزة تبقى هو فالله يرحمه كان ليك مكالمة مشهورة قوي مع موظف في البنك وإنت كنت حصل جدا جدا قلت ألفاظ غير لقيقة بالمرة والناس تخضت واستغربت إزاي يعني نجب كبير زي على أمور يقول الألفاظ دي وتطلع من بقى الألفاظ دي بموظف في البنك في الآخر هو موظف كل سامتوري لا بي ولا عليه وهو بينفز الأوامر وخلاص إيه اللي خلاك تعمل كده؟ إيه اللي خلاك تطلع عن شغورة بالمجر؟ المكالمة مع أن ما تصربتش كاملة لو تصربت كاملة كانت ناس عرفت الموظف ده تتعامل معي إزاي؟ أولا أنا ثلاث شهور محتاج ورقة عشان الورقة دي أنا خدت حطيت فلوس في البنك وبناء على فلوس دي خدت عربيات تمام؟ ربنا رزقني بقرشين قلت طب أنا ليه بقى الديون دي؟ ثم تروح تسدد أو تخلاص فروح تسدد فأنا مش فاهم أنه أنت لما تسددي لازم تاخدي مخالصة فأفاكر أنا أحطي فلوس أخده مخالصة وأمشي أروح بقى أخلص إجراءات مرور وأمش عارف إيه فقالولي لأ دا الورقة دي بتاخد خمستاشر يوم عشرين يوم عمل فقالتهم تمام؟ فاستنيت خمستاشر يوم وأكلم كل يوم خدمة العملة وأحكي له أحكي طبعا أنت مش كلمة خدمة العملة النهاردة غير بعد ساعة لو كلمتهم لازم تحكي الموضوع تاني عشان ده موظف تاني فكل شوية بحكي فتخيالي أن أنا خمستاشر يوم بحكي الموضوع في اليوم أكثر من عشرين مرة وبتقالي الجملة بكرة طب إن شاء الله طب كان لنا ست شوية هو الموظف ده الموظف ده أعتقد أنه عرفت بعدين أنه سابل خدمة العملة واعتمد على المكالمة دي المكالمة دي عملت مشاهداته استماع مش طبيعي مش في مصر بس ده في العالم العربي كله وهو عايش في دبي وبعتلي مرة رسالة نفس أكلمك وأنت وش تساعد علي حاجة كده وفي بعض الأصدقاء قالولي أنت ممكن ترفع قضية لتسريب المكالمة طبعا بس أنا ما عملتش كده دي لأن انا اكتشفت إن انا هقاضي آآ بنك المركزي فأنا هقاضي بنك المركزي وانت غلط؟ ما انت شتمت؟ بو أنا شتمت مش أنا الواحدة باشتني ده في رجال أعمال لهم تسجيلات فضيعة جدا بس ما تسربتش مش علاقة مضفة بقى يعني في ناس كتير عرفت منين المعلومات دي؟ من ناس موظفين في في البنك يعني إيه شيء لنهالهم يعني؟ لا يعني كل الناس بتنفعل اتقلييني كل الناس بتنفعل انت من حقك ده هم بيقولولي ارفع قضية وهتاخد تعويض كويس بس أنا محبتش إن أنا أعمل كده ما تدهيتش الناس شابتك بالصورة دي؟ ما تدهيت طبعا يعني ضريتني طبعا ضريتك إزاي المكالمة؟ ضريتني إن أنا مثلا بنتي في الجامعة يقولولها لأنه المكالمة قلبة كوميدي كمان يعني قلبة مع الناس كوميدي بطريقة لأن في جمل بيصار في النظر على الألفاظ في جمل تركبتها غلط وأنا بقولها في فيقولولها إن الباباكي أعمل إيه مع البنك مثلا فالموضوع خد حجم كبير جدا تتعمل صفحات على الفيسبوك ده لو الدولار عالي بيروح عطين صورتين أعرف بحسة عندك إيه؟ عندك حالة وقف فيه وقف في حياتك يعني بتيجي معك لقطات كتير خلاص بتبقى خلاصة هو هتيجي أشتغل هعمل توقف؟ ماذا والله معرف بس أنت صح أنت صح طبعا يعني ملحوظتك صح أنا كتير جدا بتتفتح لي أبو هولك على حاجة أنا في يوم الأيام فكرت بفكرة إن أنا أعمل فيل تاريخي و وكان البطل فيه أنتونيو بانديراس إيه؟ أنتونيو بانديراس وكلمت أنتونيو بانديراس تواصلت معا مع الشركة بتاعته أو المسؤولين ووافق شوفي أنا روكت روح فين؟ وفجأة ما فيش حاجة تمت يعني أنا عندي خطوات هتتم بأمرت إيه؟ معك شركة إنتاج تدفع لأنتونيو بانديراس آه جبت رجل عمال من الإماراتي مهم جدا وكان هيدفع فيلم لأنتونيو بانديراس أنا مثلا من أعز أصدقائي إيه الفيلم اللي إنت كنت شاركت في كتابته؟ آه كان لنجيب محفوظ لنجيب محفوظ اللي هو فيلم اسمتي مناصيبي روايت نجيب محفوظ وإنت شاركت في كتابته شاركت في كتابته ولا اشتريته؟ اشتريت الورق اشتريت الورق صح؟ اشتريت بفكرة وفراح عبد الله كان موصلين يعني وثلوى خطاب وعبلة كامل ماذا؟ وكان أخراج الأستاذ عمر عبد العزيز إيه اللي حصل بقى بعد كتاب؟ إيه اللي حصل وإحنا جهزنا الفيلم وبعدين الشخص اللي كان بيكتب معي أو اشتغل معنا على الورق خلاص هو أنا مش طموحي بقى سيناريستي يعني أنا في الآخر همثل فهو طبعا خلاص هو بقى هو السيناريستي خد الورق السيناريو بعد ما اكتمل والمشروع اكتمل وراح رايح بيويه لأكبر شركة إنتاج في مصر فوقتها وتوزيع سينما ودى لهم الفيلم انبهروا بالفيلم موضوع لأنه كان فيلم حلو جدا فكرة جديدة خوال وقالوا طبا قالهم ده أنا بعمله مع علاق مرسي وصلاح بقالوا يا راجل سيبك مكبه احنا نجيب لك هينيدي كان هينيدي نجموا لها معنى ونهليلي وعلاق والدين يعملوا مع بعض ونجيب مخرج تاني غير عمر باوض مم وبدأوا يعدوا العدل ده وانا عرفت انا بقى هصور فلقيت عمر ابعزيز بيقول لي ليه مفيش فيلم ليه مفيش فيلم ليه مفيش فيلم فاني الفيلم راح في فروحت رايح لهم انا وقفت الدنيا والوقف معايا هينيدي انه استغرب ان المضوع بتاعك يا جماعة باكينها مش داخل الليلة دي وارح منسحب طبعا هينيدي لما ينسحب يعني مفيش مشروع لان هو المشروع جدع هينيدي طبعا جدع طبعا فتقال علي بقى انا طبعا انا هنا بقى النيدي بتاعي اهم شركة انتاج وتوزيع في الوطن العرب مش في مصر بس وشتمتهم بقى وعملت مشكلة يعني فبالتالي خلاص علاء ده لا مش عايزينهم ساعتها سفرت في سوريا اشتغلت في سوريا بعض العمال السورية مع نجمة وقتها كان اسمها نورمان اسعد من اهم النجمات كان موجودين في الفترة دي وبعدها روحت عالكويت اخرجت بقى مصرح ومثلت نجحت فلتفل كمخرج؟ اه اه نجحت برا مصر كمخرج ليه برا مصر ومش جوا مصر؟ ما عملتش تجارب هنا في مصر بتجربة واحدة اسمها الحوت لازرق كمخرج ونجحت برضه على المنصات برا مصر هنا دور العرض ما عارفتش يعني كان لازم شركة توزيع تاخد الفيلم وانا ما عارفتش اسوق ده يعني طيب انا عايز اسألك على ورشة التمثيل اللي كنت بتعملها وفي اتهامات كتيرة توجهتلك بخصوص ورشة التمثيل هاخد الاجابة منك بس بعض الفاصل تماماً فنان علاء مرسي عملت ورشة التمثيل وكانت موجودة في المؤطم بعض الناس اللي كانوا موجودين عندك قالوا احنا ما استفدناش حاجة وما خدناش حاجة ولا حتى خدنا شهادات بالفلوس اللي احنا دفعناها ردك ايه على الكلام ده؟ انا كان عندي مش ورشة التمثيل في المؤطم كنت بتزي كورس هناك ده كان شركة انا بروح اشتغل فيها كمدرب ما ليش علاقة بيها وكانت الفكرة عندهم انه بيعملوا في الاخر مشهور والراجل عمل مشهور وكان المفروض يسلمهم الفيديو فما سلمهوش الفيديو ولكن انا عملت اهم مشهورة ورشة التمثيل من ورشة مجانية في 13 محافظة زلت وصرفت عليها واكتشفت 5620 دنيا ادم منهم شايمة مغرابة مثلاً مطلبة منهم كريم خالد كل المسلسلات في رمضان الفرق بينك وبين اشرف عبدالباقي انت نزلت لفت في المحافظات ولميت 5000 موهبة اشرف عبدالباقي لم عشر عشرين موهبة وعمل بيهم مصرح مصر ليه هو فكر كده وانت فكرت كده هو كمدين من مشروع تجاري مشروع بيزنس مع القناة بيعملوا مشروع انا مكنش بعمل كده مشروع ناجح؟ شفتوا تجربة ناجحة مصرح مصر طبعاً تجربة ناجحة شفتوا ازاي لما محمد صبحي الفنان الكبير طبعاً والقدير محمد صبحي انتقد مصرح مصرح هو حر بفوجة نظر ولكن ايه وجهة نظر ايه ان اشرف عبدالباقي عمل نجوم اه تجربته خلقت نجوم مهمين واشرف رجع المصرح تاني رجع فكرة النزول للمصرح ايه المحتوى بقى اللي بقدم اشرف لا نتكلم فيه مع الاستاذ صبحي وهنا نقف مع الاستاذ صبحي في حاجات هو بيتكلم فيها صح فكرة انت بتقدم ايه ده موضوع تاني فممكن نتكلم استاذ اشرف استاذ اشرف والله ما تقدم لنا عروض كده بس اشرف كان عندي وجهة نظر والله انا ما قدرش اقدم غير اللون اللي انا بعمله لانه الناس عايزة ده وانجحت بيه حين خلاف مصرح الفارس موجود والمصرح الكلاسيك موجود طيب حدد موقفك هاقولك حاجات هترد علي بنعم ام لا موهبة علاء ولي الدين كانت اعلى من موهبة هنيدي نعم ام لا لا هنيدي اعلى هنيدي اعلى طيب اجري لا يتناسب مع تاريخي طويل في الفن نعم ام لا نعم 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 المفروض اجريك كان يبقى اعلى طبعا بس دلوقتي بتاعدي الفرص هتزيد مع ان بقى فيه منصات كتير وبقى فيه دراما اكتر بيتم انتاجها يعني بتاعدي دلوقتي الموضوع ممكن تمام ولكن فيه اجيال ثلاثة اجيال طلعوا فانا ها اصنف مش بطل اول فبالتالي مش ها اصنف بس فيه ناس بتبقى بطل تاني وبطل تالت وفيه بياخدوا ادوار كويسة وبياخدوا كورة حلوة ادوار بس ما بياخدش اجري كويسة ام اوكي ابناء الفنانين بيدخلوا المجال بالوسطى والوسط الفني شلالية والعلاقات فيه مرتبطة بالمصلحة نعم ام لا 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 انه مش مش كله كده ممكن جزء منه شلالية ولكن اعطى رفعتا سمعت التليفون قبل كده على النقيب اشرف زكي قلت له انا محتاجة اشتغل محتاجة بقى موجود ساعدني اقاف جنبي خالص لا اشرف ولا غير اشرف عمري ما قعدت كتير جدا في البيت عمري ما كلمت حد وقلت له انا عايز اشتغل خالص بالعكس شايف ان دي حاجة صح؟ لا حاجة غلط اه طبعا المهم ان انا اطرح نفسي يا بس انا ما تعلمتش كده لا انا ولا جيل كتير كده على فكرة في ناس كتير كده زي بتقدرش لان احنا تربينا في المعهد كده فشلت في الاخراج وموهبتي في التمثيل فقط نعم ام لا لا نجحت في الاخراج نجحت في الاخراج خارج مصر خارج مصر ما حاولتش ليه داخل مصر انك تبقتل ان شاء الله في فرصة قريب لمسلسل استعراضي غنائي كمان ما تقولش بق الحاجات دي ما بتتعلم تقول اه صح هاه ها 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 هي دي مشكلة انتي يجبتيني هها دي مشكلتك تعم انا والله امنت اخيرا بأنه لازم تداري على شماك وانا ما بعملش كده للacas انت ما كنتش بالدار خاضر بتقول كل حاجة فورا فعلا الوسط ده اصلا الوضوع ده مشهور جدا في الوسط ده ان لو انت داخل على اي عمل وحكيت عنه ما بيحصلش بيبوس للاسف مش حارف ايه انا مش حارف ايه بس دي حيئة فعلا تما يمكن واحدة من الستات الكتير اللي انت عرفتها عملتلك عمل والله وارد وارد حد واحدة عارتلك قبل كده او هددتك او حاجة لا فيه حد قال لي انت معمول لك حاجة حد انا بصغ فيه جدا مين والله يا راجل شيخ ازهاري كده ورجل معتدج قال لي اه والله حد معروف نعرفه لا قال لك ان انت معمول لك عمل قال لي انت معمول لك حاجة مش عمل قال لي انت معمول لك حاجة بوقف الحال يعني باللخبط فمهم جدا تقرأ قرآن كتير يعني تبدأ تقرب من ربنا اكتر كلام دا كان من كم سنة؟ دا الهولي من حوالي ثلاث سنين او تا وقريب كنا بنتكلم فلاقيته بيعيد علي نفس ما وبيقول لي يعني انت بدأته تاني بس انت الخنادي عندك ملف ساري عني ملف ساري والمسلسل السنة دي نجح ويه ناس كلها بتشكر فيه والشخصية جديدة علي جدا والحمد لله لها تأثير بدأت انا بعرف ان هي حصل فيها تأثير اما بلاقي الصحافة بتتكلمني عن الشخصية بس انا بقولك لو في عمل معمولك في واحدة من 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 اخر الكوميدي احمد الجندي ولا معتز التوني انت بتخيرين باتنين هيلين بس انا هقول احمد الجندي يعني اكثر تنظيما شوية ولكن معتز برضو هايل احمد فهمي خسر كتير بنفصاله عن شيكو وهشام صح ولا غلط صح صح طبعا مكملين بعض مكملين بعض جدا وانا خط تجربة معاهم من احلى التجارب في حياتي اللي هو فيلم الحرب العالمية التالتة وكانوا دماغ مكملة لبعض طب هو اكرم حسني احمد فهمي اكرم حسني السنائي ده نجح ولا لا ولكن برضو هو وشيكو وهشام سيناريو انجح هو وشيكو وهشام اهم اكرم لوحده مهم ليه انفصل تفتك انفصل فكرة انا اللي بنجح لا انا اللي بنجح اعتقد ده اللي حصل بينهم ولكن انا سمعت اخيرا ان هما رجعوا البعض تاني وبيحضروا الحاجة هما الناس بتحبوهم بعض طبعا مين بيدحكك اكتر احمد حلمي ولا كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز بيدحكك اكتر من احمد حلمي كريم اصل بالنسبة لي موهبة عظيمة مش طبيعي ده ممثل غريب انا بقول انا ممثل كويس ولكن انا ما بتفرج على كريم بغير من اداؤه في شخصية يعني بقول الله ايه جمال ده لا كريم ما شاء الله مم مين اكتر حد اذاك في الوسط الفاني؟ علاء مرسي والله العظيم انا اكتر حد اذاك نفسي والله انا اذاك نفسي وانا دايما بقول للشباب كده اقولي اولادي بقولهم ما بتجملش حبي نفسك مهنتنا او الطريق ده محتاج الانا اللي نكتبي عندك الانا ما مفيش حاجة اسمها تواضع لا 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 متبقاش متواضع تواضع مع الناس اللي في الشارع تواضع مع الفنيين تواضع تواضع في اللوكيشن ده ما متتواضعش في نفسك في شغلك لا لا خطأ ما تبقاش الحد الطيب لا لا المتسامح لا لا المتواضع لا لا خليك فيلين طبعا مع الناس اللي شغالين معك ادخل اللوكيشن اسأل على الكارفان قبل ما تسأل على الورق السيناريو فيه تخيل بقى ان انا ما بعملش كده ومحتاج اعمل كده شوية ده مهم ايوة صحة عندك بعد التجربة الطويلة دي اكتشفت ان ده مهم مهم جدا مهم ان انت تبقى فيلين جدا ليه لان طبيعة المهنة دي كده هي مهنة الانا انا ومبعد الطفاق هي المهنة دي كده هي كده طبعا طب خلص بتلوموا على محمد رمضان ليه شابه محمد رمضان موهبته مش محتاج يعمل كده نجوميته مش محتاج يعمل كده ماشي افضل ما نقدم دور الزابط احمد السقه ولا امير كراره السقه السقه اه انا يعني يعني هتحيز السقه سقه اه ده امير كراره يقدم ادوار الزابط ده كتير جدا اه كلبش وغير 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 والسقه عمل انت بالنسبة لك شفت ان هو مثله احسن من كراره اه ممكن نقول هكده طيب هنقلد مع بعض شوية ثور وهتقول لي حقيقة كل شخصية موجودة في الصورة من وجهة نظر علاء مرسي كمام اول صورة معاني علاء ولي الدين حقيقته ايه من وجهة نظرك الله يرحمه يحسن اليه حقيقته ده من احباب ربنا من احباب الله ده ما نشدعه بعلاق الممثل او النجم علاء ولي الدين رجل من اهل الله خير زاكر لربنا كتير جدا مستغفر كتير جدا اعمال الخير بتاعته عجيبة الشكل بعد ما ماته ظهرت حاجات غريبة ظهرت ايه بقى اخوتنا من فترة قال ان جثته متحللتش سمعت الكلام ده سمعت الكلام ده وضد الكلام ده خالص تماما وانا في حاجات مفروض ما نتكلمش فيها عشان ده هتصير جدل وفي ناس هتعترض وفي ناس هتقول كلام فاضي وفي ناس هتشتم فليه انا افتح ليه بس علاء ولي الدين كان معروف ان هو شخص خير جدا طبعا ده موضوع وشخص كان بيعمل خير كتير بس ماينفعش اقول انا الكلام ده علاء ولي الدين بعد ما توفي تقريبا فيه اربعة خمسة من محافظات مختلفة الجم للحجة الله يرحمها عشان معهم ورق بتاع تاكسي علاء كان شرهوا لهم وبسدد لهم اقصدهم مثلا علاء ولي الدين كان فيه ايتام ظهرت ايه ده ده احنا ولاد علاء ده هو اللي بيعملات وامه ما كانش تعرف امه اللي هي طبعا امه دي بالنسبة لعلاه الروح بتاعته يعني لو عطس بيروحوا اماما انا عطست ما كانش تعرف عنه اللي بيحصلها ولكن احنا مقربين لي اه انا كنت اعرف حاجات وفي حاجات ما كنتش اعرفها حب علاء علاء عسق لدرجة العسق ولكن هو كان عارف انه مش هيتجاوز حب مين حب موسلا موسلا وهي كمان حبته جدا مين وما زالت يعني تكلمها حب سمح انور جدا فعلا جدا وهي كم تحبه جدا يا ده ما حتش عارف موضو ده خالص انا بقولك حب سمح انور تحبه جدا وهي سمح من جواها ملاك انا انا يعني انا من الشخصات اللي بحبها جدا ملاك ملاك سمح بني قدمة نظيفة جدا قلبها ابيض قوي ومحبة جدا ومتصلحة علاء وليه الدين حبها اه طبعا ما تجاوزوش ليه ما كانش ينفع حبها بس بس علاء اصل وفكرة علاء كان دايما يقول انا مش هقعد كتير هو كان بيوكده انا مش عايش كتير اه طبعا علاء كان طول الوقت بيتكلم عن الموت اكتر من يقول هناك احلام علاء ما كانش بتاع الدنيا يعني حتى علاء لما عمل فيلم اسمه ابن عز ومنجحش الفيلم زي نجاح الناظر ودا علاء ما اكتقبش وما تضيقش يعني شفارقاله يعني عادي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الصورة اللي بعدها أشرف عبدالبي حقيقته ايه من وجهة ناظرك ده المكافح بتاعنا ده مكافح ده لا يأس ده خالص ومعندوش مستحيل ومعصح امين يعني اي مشكلة اي حد فينا عنده فيها مشكلة لو قاعد مع اشرف اشرف يحلهله في نصف ساعة يعني اشرف هو العائل اه بيفكر كتير وبرغم ان احنا في الاعادات نستهين بعقله يعني نقعد نهزر معاه كتير ولكن لما تركزي معاه اشرف عملي وبيفكر صاحب مشاريع طول وقت من مشروع لمشروع لمشروع هو ما بيقاسش لا خالص اشرف عبدالبايا ما بيقاس واللي ما بيقاسش على طول دايما بينجح بينجح بيلاقي وبينجح طبعا طبعا انت كما متفكرش ليه كده بتبتدي بتفكر كده انت ما تيقاسش وتحاول مرة واثنين وثلاثة انا بفكر بس مش عملي زي اشرف اشرف بينفز بينزل ارض الواقع انا باحلم كتير وبفكر في حاجات افكار مجدونة عظيمة وبعملش فيها ولا حاجة يعني الصورة اللي بعدها محمد رمضان ممثل عظيم وصروة مهمة قومية اتمنى ان ما شوفوش في الطيارة اشوفهم في اللوكيشن بيعمل عمل قومي مهم هيبقى عظيم جدا لان احنا عندنا ما عندناش كزا محمد رمضان هو محمد رمضان واحد بس طبعا فمهم جدا اختياراته تاخد شكل تاني تصرحاته تقل باتخلي بالك محمد رمضان ممكن شوية جدا وتلاقيه بقى نجم علامي عادي جدا هو نجم علامي وممكن يبقى اكتر واكتر طبيعي جدا ان انت تشوفله صورة في طيارة طبيعي جدا ان انت تشوف له ده حاجة طبيعية بس مايبقاش هو ده طول الوقت مايبقاش هو ده يعني انا مبتشوفش ان الهجوم عليه زيادة على زون طبعا ما انا قلتلي يعني انت بتشوف ان الهجوم ضده هجوم في غيرة وفيه استكتار نعمة عليه وليه فيه حقد أكيد فيه استكتار على شاب صغير زي ده عزر كده وفيه جزء تاني فيه نفس فعلا بتحبه وبتهجمه يحبه بجد وبيهجمه يلا الصورة اللي بعدها صلاح أفضل ده أبونا ده ده عمينا الكبير وصاحب القلب الطيب والحنون والجدع أبو دونيا ده ده المحتوى بتاعنا وخد بالك صلاح احنا فجأة سمينا عمنا صلاح عم صلاح وهو يعني مش أكبر مننا بكتير بس احنا اللي بعجزناه شوية ولأنه هو بيدينا الإحساس انه بابا جاه عاول ما يدخل عيني بابا جاه ولكن احنا دايما كنت أنا وعلاق وأحمد أدم بالتحديد بنحب ننكشه فهو لما يدخل مكانه يلاقينا يقول يوه يدايقوني با ربنا اديله الصحة يا رب كل سنة وانت طيب نقوله كل سنة هو طيب في الأيام المفترجة اللي احنا فيها كل سنة طيب وربنا يكرمك ويديلك الصحة ويخليك لينا صلاح يا عسل طيب نشوف الصورة اللي بعدها حنان تورك دي حبيبة عمري وصاحبتي وصديقتي وعشرة عمر وفنانة موهوبة لدرجة يقوله موهوب حتى السومالة يعني لسه صديقتك لحد دلوقتي؟ مفيش تواصل غير على تويتر ساعات ترد عليها خاص يعني ساعات يعني بتقرى لها أي تصريحات من اللي بتغزيلها أو أي حاجة بتغزيلها أريت لها أي مؤخرة؟ آخر حاجة كان فيه دعاء بتدعيه لرمضان دخول رمضان وبتتكلم عن الصدقة أن الصدقة بتمنع كوارث وابتلاعات كان فيه حاجة كده كان آخر حاجة على تويتر ولكن هي حنان الوازع الديني عندها قوي طول عمرها يعني عندها الحتة دي عندها الحتة وعلاق والدين كان مؤثر جدا فيها يعني هي تأثرت بعلاق في المنطقة دي جدا فاين نشوف الصورة اللي بعدها ده حبيبي بص في الرجل ده أنا مثلت معه مسلسلين مهمين أنا طبعا غير الحلمية صلت معاه مسلسل اسمه حلم الجنوبي وعملت دور صاحبه اللي بضحي عشان صلاح السعداني علاء مرسي بيبدأ مع عمره ما حسسني أن أنا ببدأ حسسني أن أنا صاحبه من زمان وعشت عمره وأن أنا البطل المسلسل وهو جاي سعيدني بيدي الباور ده فخلينا مثل كويس صلاح السعداني عملت معاه شارع الموار دي سلسل كان من بيدخل اللوكيشن يدور علي صلاح السعداني يداني ثقة بنفسي كتير جدا وهو حشني جدا وأتمنى أن أنا أشوفه وأتمنى له الصحة والعافية لأنه صلاح عمدة فعلا عمدتنا فعلا يحتوي تدوره تسأل علي بسأل مش عاف أوصله يعني حاول تكلم أحمد بس يعني مش عارف أوصله طب دلوقتي وصلت بقوله كل سنو الطيب يا عم الصلاح وسنو الطيب وحشتين يا أبو أحمد وإن شاء الله تكون أيام سعيدة عليك وإنت وحشتنا وإحنا جمهورك وحشنا شغلك ونفسنا نشوفك إن شاء الله تشوفه قريب محمد سعد آخر صورة معنا تقوله إيه؟ شايف شخصيته إزاي من وجهة نظرك أنت ممثل عبقري وعظيم ومهم وموهوب أتمنى إن أنا أشوف موهبتك بقى اللي إحنا عارفينها كويس فعمل مهم التلفزيون عمل مهم دراما ممثل الكنز عظيم مع شريف أعرف عظيم قدم دور عظيم إحنا كلنا تخضينا من محمد سعد طب طب إيه ده؟ أنا ما تخضيتش لأن أنا عارف وعارف إنه عنده قد كده مئة مرات وفكرة إن ليه؟ بس هو دلوقتي في حتة يقدر يعمل اللي هو عايزه هو نجم طبعا يقدر يقدم اللي هو عايزه هو بقى محتار في فكرة أطلع من الكاركترات ولا خليني فيها يا عم إحنا كفية كاركترات يا عم لأ إنت حلو في الكاركترات مطلعش منها هو مستعنا في الكنزة فقالا طبعا إلى أن يأتي مخرج عبقري زي الشريف عرفه ويخرجه غصبا عنه ويحسم الجدل في يعمل لنا الكنزة محمد بقى مهم هو نفسه ياخد القرار ده وهو اللي يخرج نفسه لأن ده موهبة غير عادلة مم نموصل عبقري لا يقيل عن مواصلين إحنا نتكلم عنهم برا ونتكلم عن مواصل فلاني ونمباهر إحنا بنا نباهر بالهليوديين ولكن إحنا عندنا مواصلين أهم منهم قلت قبل كده أنا خايف أموت مديون طبعا قلت قبل كده فلان همت أنا خايف أموت مديون مش فلوس أنا خايف أموت مديون إن كتبتك أنا خايف أموت مديون إن وإحنا بنتكلم قلت جرحت حد فالربنا هيسألني طبعا ليه قلت اللسان ده هو جلاب الديون وده أفضل حاجة في الكون والظن قوة الكلمة يعني والظن إن أنا حضرتك وأنا قاعد قدامك أظن فيك سوء ولا يا ذو بالله شوفي ربنا هيكلمني فيها إزاي ده دين كبير لو أنا مصلي وبختم القرآن يوميا وبعمل كده أعتقد إن الجنة هتبعد عني جدا لحد ما الموضوع ده يخلص ويخلص مع مين؟ معاك أمام الله ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا الصلاة والصوم والحج وكذا 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 إيه اللي هي الشريعات فروط بسوى سبحانه وتعالى أنا ببعرفش أصوم كويس يا رب بسمحني أنا فوت العصر بسمحني بس أنا كالت مال ياتيم بس أنا اتكلمت قذفت محصنة كلمت على واحدة ست بس أنا بصيت نظرة حسد لمصيبة كبيرة دي ديون ضخمة وللأسف عنا كل يوم على السوشيال العديد من أعمالها على السوشيال ميديا كل يوم كل لحظة فربنا يطهرنا من ده لأن دي ديون فظيعة فأنا خايف أموت مديون بالحاجات فكرة بقى مديون فلوس طبعا أنا خايف أموت مديون فلوس لأن دي برضو ما وأنا ضحقه ناس انت مديون دلوقتي؟ دلوقتي مديا؟ لا خالص الحمد لله الحمد لله يعني أنا زي الفل ربنا يزيدك أنا مبسوط راضي جدا ولدي عايشين كويس جدا وأنا عايش كويس باكل باش ربنا ما أمخدش حاجة غير أنا باكل ونا يعني أنا عايز إيه تاني عايز تشتغل بس عايز تبين موهبتك عايز تطلع الموهبة اللي عندك الطاقة اللي عندك عايز أعمل فيلم الجوكر آآ بحلمي أنا طب يعمل تست ميكب يلا تست كاميرا عملته 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 والجوكر لما عملت التست بتاعه شافوا المخرج أحمد الجندي وعادل أديب وشافوا مخرج آآ كويتي ومنتج هو وحد صديق ليه اسمه الأستاذ محمد العنيزي ده راجل عمل فتح لأندلس الجزء الأول والتاني وعمل حسن وحسين وهو حد مصرق إيه رأيهم كان؟ ألا عايز أن تجلك الفيلم ده وبعدين؟ لسه ما تمش حاجة والسيناريو موجود معايا وعادل أديب من المتحمسين لإخراج هذا العمل ولسه ما تمش حاجة أتمنى أنه يتم قريبا أتمنى آخر حاجة هكلمت فيها موت ابنك أثر فيك إزاي؟ هو كسرني لأنه هو ابن مراطي ولكن هو ابني اللي أنا شلته وهو طفلي فعلا؟ فبالنسبالي هو جزء مني وطبعا كسره وكسر إخواته يعني اللي هم أولادي بقى اللي هم إخواته كسرهم حسسهم بالفقدان فرحمة الله علي كانت صدمة الله يكون فعون والدته وتوفى عنده كم سنة؟ عنده 21 سنة فشاب ناجح وفي هندسة ومتفوق وزكي ولكن الأعمار ربنا سبحانه وتعالى يعني بيختار لحكمة اللي تغير فيك لما ابنت توقف؟ بقيت خايف لدينا على أولادي أو أولادي كمان بقيت خايف طول وقت لا تعلامي بقى أهمي كله أنه خايف يجي لهم برد خايف يعني ما حاستش أن الدنيا مش مستهلة مستهلة كل ده بس أنا من زمان عندي الإحساس والثقة أن الدنيا مش مستهلة ولكن إحنا ربنا خلقنا في كبد أن إحنا ندور على الدنيا ونجري فيها ولكن أكيد الموضوع ده خبطني فخلاني فوقت في حاجات ولكن صدمتي كانت الكبرى بقى في والدتي أساسا لأن دي صديقتي وصحبتي وحبي الأول والأخير بعد وخاصة أنا والدي توفى ونصغير جدا فبالتالي أنا أمي بالنسبة لي كانت الأم والأب وأنا كنت مرتبط بها جدا إحنا صحاب كنا فلما فقدتها حسيت أن في فراغ كبير حصل بها أكيد فالموت صعب جدا للأحياء ولكن هو راحة عظيمة للأموات لأنه هم بيروحوا في حتة حلوة جدا وما بيروحوا في مكان عظيم إنت الدنيا غيرتك قوي وأثرت فيك جامل طبعا محاقين داتني خبطت ولكن أنا شفت حاجات حلوة كتير لابا أنا أكيد الدنيا فيها الحلوة ولكن هي كسرت طاقة يعني كان عندي طاقة أقوى من كدابة كتير أنا متحرك أكتر ولكن هي حلت مستكنت شوي فنان الكبير علاء مرسي أنت نورتني بجد النهاردة ويمكن أنا كنت متخيلة أن أنا هشوف شخص وشفت شخص تاني خالق حقيقي حقيقي فنورتني النهاردة وأتمنى أن أنت تحقق أحلامك اللي متأخرة اللي فيه على فكرة نجوم كتير جدا اتأخروا في أن هم يوصلوا للي هم عايزينه بس وصلولوا في الآخر فيه نجوم كتير النجومية الحقيقية أو الفرصة الحقيقية والدور الحقيقي جالهم متأخر سنة بس بيجي كل حاجة في معادها إن شاء الله فأتمنى أن أنا أشوفك في الدور اللي بتحلم بيه ولي تقدر أن أنت تبين فيه موهبتك الحقيقية وأنا عايز أقول لك أنا كنت جاي لبرنامج أن أنا أتكلم في كلام زي ابن أطباء ولكن أنا خارج من قدامك بتوجهات ومسل جالي على لسان حضرتك وإنتي ما شاء الله عليكي موسيعة لبقة وزكية وعندك قلب طيب جدا فإنتي بتحتوي ضيف بشكل غريب وبتخليه فط فط كإن إحنا عالين مفيش حوالينا كامل وضع والإحساس ده جاي لي طول الحلقة طول ما إحنا بنسجل أنا بجد متشرف أن أنا جيت وأعدت قدامك بشكرك جدا شرف لي وأنا ععدت قدام إعلامية كبيرة جدا زكاء وفطنة واحتوان بشكرك جدا جدا أنت عملتي معايا تفريغ فأنا بشكرك أنا بشكرك جدا نورتني النهاردة دي شهدة يعني أنا أعتز بيها جدا شرف لي بشكرك نورتني النهاردة مشاهدينا خلطة حلقتنا النهاردة من وراء الشمس أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وضيف جديد كنت معكم أميرة بدر السلام شكرا شكرا